أعلنت الخطوط السعودية عن إيقاف فوري لإنشاء الحجوزات على رحلاتها إلى تورنتو بكندا وإيقاف جميع رحلاتها من وإلى تورنتو اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق الثالث عشر من أغسطس 2018 للميلاد جاء في بيان صدر اليوم عن الخطوط السعودية عن إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو بكندا من أي قيود أو رسوم عند الإلغاء أو إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها وستعمل الخطوط السعودية على إيجاد الحلول البديلة للأشخاص الحاجزين على رحلاتها إلى تورنتو الكندية